بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه الإسلامة كثيرا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمه الحمد لله من الكرام كل يوم لنا موعد مع كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يخيال القلوب إن شاء الله النهاردة نقرأ في كتاب الاستغفار أبو الاستغفار بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر لدمبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال تعالى فسبح بالنزر إنه كان توابا وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار وقت الصحر رحب بن الكرام هو من أواخر الليل إلى طروع الفجر وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لدنوبهم ومن يغفر الدنوب إن الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والآيات في الباب كثيرة معلومة والفاحشة هي المعصية الكبيرة المتناهية في القبح وعن الأغار المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة هذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يقول إيه والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة بس كل واحد عشان يفكر لنفسه أنا محتاج با أستغفر ربنا أنا محتاج أستغفر ربنا كم مرة سيد الخلق يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم طبعا الحديث مقصود منه إن ربنا سبحانه وتعالى صفته الغفرار هو غفار سبحانه وتعالى لأسماء الحسنة غفور غفار سبحانه وتعالى وصفته يا دي صفته التواب غفار فمش هنقدر نعطل صفة ربنا فبالتالي كل ابن أدم خطاء كلنا أصحاب ذنوب أصحاب خطائه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم لكله هتبقوا ملايكة ما بتغلطوش ربنا يذهبكم ويأتي بخوم آخرون فيهم بقى الصفة دي إن هم بيذنبوا فيستغفرون الله فيغفر لهم طبعا هذا ليس مدعاه لارتكاب المعاصي أو الذنوب لكن ده يعني بيان لسعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى وإنه غفار للذنوب سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه أبو داود والترمدي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله وسلم خلي بالك من الحديث تبعه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب مرة أخرى الحديث مرة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أي من داو مع الاستغفار وأكثر منه فإنه يفرج عنه الكرب وتوسع له الضيقات ويوسع له في رزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب أي بدون بزل المكبوت هنكتفي بهذا القدر من الأحاديث الأحد للبقاء في أحاديث كثيرة أحباب من الكرام نتكلم من رسول الله وسلم في الاستغفار وحسنا على الاستغفار وبين فضل الاستغفار كثيرا في أحاديث كثيرة جدا لكن الشاهد من الأمر أن يعني هذه منحة ربانية هذية إلهية من الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيديك حاجة شيء بسيط جدا عليك أنك تعبله كلام تقوله بس هذا الكلام هو صحيح من اللسان لكن لابد أن يصاحبه ندم في النفس وإنابة في القلب حتى يقبل حتى يكون استغفار حقيقي تقولش بقى استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو إلهي مرة سيدنا الإمام علي ابن أبي طالب دخل على واحد كده وبيستغفر ربنا سعد الطريقة اللي إحنا بعضنا بيستغفر ربنا بيها لو يمسك السبحة ويعدي مئة مرة مثلا استغفار استغفر 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 درجة أنك لا تدري ما تقول فقال يا هذا إن استغفارك هذا في حاجة إلى استغفار يعني اللي أنت بتأمله ده معصير عايز بقى تستغفر ربنا منه إي رأيك بقى فلابد الاستغفار يكون آه كلام باللسان لكن يصاحبه ندم في النفس وإنابة في القلب إنك ناوي فعلا تقلع عن هذا الزنب بالحقيقة عزمت على هذا الأمر بالحقيقة أحببنا الكرام الاستغفار زي ما سمعنا كده في حل لكل المشاكل كلام بسيط يقوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه كلمات سيدنا موسى قتل نفسه صحيح قتل خطأ طبعا لا يقصدوش مش قتل عمد يعني قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فكهي النتيجة فغفر له الفاء للترتيب والتعقيب والسرعة يعني فورا غفر لي ربنا سبحانه وتعالى فمهما كانت ذنوبك استغفر ربنا ربنا يقبلك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عناني السماء ما يعنى منها أو السحاب ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إيه رأيك بقى قدي إحنا مقصرين في حقيقة نفسنا يا حبيبنا الكرام كلام تقوله وربنا سبحانه وتعالى إيه بكمان بينبهنا للأوقات اللي هو بيحب إن احنا نستغفره فيها وإحنا سعاد بينا بقى لهيين عنها إما إن احنا نايمين وفي بعض نبقى صاحب ممكن بيتفرج على تلفزيون أو قاعد مهموم في حاجة يا أخي أنت لو مهموم استغفر ربنا سبحانه وتعالى ربنا يزيل همك بهذا الاستغفار ربنا يضيق يوسع لك تضيق بهذا الاستغفار ربنا يرزق من حيث لا تحتسب بهذا الاستغفار من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب عايزي أحسن من كده هعيد عليك بقى شوية بعض الهضائل للاستغفار لعلنا نستفيد مع بعض كده فوائد الاستغفار أول حاجة الاستغفار سبب في غفران الذنوب ليه قبل ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفير ربكم إنه كان غفارا يبقى سبب غفران الذنوب لنته يعمل إيه تستغفر ربنا سبحانه وتعالى ثاني حاجة سبب بالإمداد بالأموال والبنين لقوله سبحانه وتعالى ويمددكم بأموال وبنين كذلك ثالث حاجة سبب في دخول الجنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة ما لكم لا ترجونا لها وقارة تقول لي مش مصدقين هذا الكلام رابع حاجة سبب في قوة الإنسان ويا قوموا استغفيروا ربكم ده قبل ربنا سبحانه وتعالى ويا قوموا استغفيروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة ويزدكم قوة إلى قوتكم بعد كده سبب في نزول الغيس من السماء ليه ويرسل السماء عليكم إيه مدرارة يعني إحنا لو اللي عنده قحط اللي عنده جدد فأرضه بيستغفر ربنا كتير ربنا قال كتاب وعد بكتاب قوله حق سبحانه وتعالى سبب كمان سبب في المتاع الحسن لقوله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى كذلك سبب في دفع البلاء قول ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طب وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرهم سيدنا عمر قال في الآية دي كان هناك أمانان أمان بوجود النبي صلى الله عليه وسلم طب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بفات النبي صلى الله عليه وسلم بقى أمان إيه لاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون طيب إيه كمان سبب لإيتاء كل ذي فضل فضله فضله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله كذلك سبب لنزول الرحمة يا الله تقوله سبحانه وتعالى لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون إيه كمان عارف أننا لابوا عاديم في مجلس وأكتر ها مجالس وعاديم يكسر فيه اللغط يكسر فيه الغلط جبنا في سيرة حد كلمنا كلام مش مناسب كلام مش كويس كلام ناخد عليه سيئات نخلي بالك كلام حاجة من اتنين يا حتقد عليه حسنات يا حتقد عليه سيئات يا إما كلمة طيبة يا إما كلمة خبيثة ما فيش حاجة في النص فيه بقى لغوة الحديث ده معفو عنه لكن للأسف احنا كلامنا كتير جدا بيبقى فيه كلام لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى طب انت لو ععدت في مجلس كده عرفت أعمل إيه نفس أسمى هدانا للأمر ده هدانا الدواء بتاع الأمر ده قال من جلس مجلسا كسر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك كل مرة تقعد مجلس كده عود نفسك في مؤتمر في اجتماع في شغل في شركة مع أصحابك في أي مكان مع أولادك وانت قاعد عود نفسك قبل ما تقوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يبقى أي كمان سبب في كفارة المجلس احنا قلنا كده يجع حشر حاجات عندك كمان حاجة كمان تأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ربنا وأمر من نبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى بي بقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليك في اليوم سبعين مرة وفي قول مئة مرة أكثر من سبعين مرة وفي حديث آخر مئة مرة إيه رأيك بقى تأسي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في تحقيق الأمنيات وقضاء الحوائج بسبب إيه؟ بسبب الاستغفار كذلك الخروج من الضيق والهم والغم والحزن وكذلك سبب في أن يرزق الإنسان بسببه من حيث لا يحتسب من لازم الاستغفار الحديث اللي قرأناه جعل الله له من كل ضيق مخرجه ومن كل هم فرجه ورزقه من حيث لا يحتسب بابنا الكرام بعد ما نسمع فوائد الاستغفار وفضاء الاستغفار مين يستغن عن الاستغفار؟ مين ما ينويش كده النهاردة؟ إن أنا النهاردة طبعا الجمعة وصيكم ونفسي بكثرة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أحبابنا الكرام بكثرة الاستغفار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونختار الأوقات اللي ربنا بيحبها زي إيه؟ زي وقت الصحر ربنا بيمدح قال إيه؟ والمستغفرين بالأسحار ربنا الكرام والله هذه منها وهدية من الله سبحانه وتعالى اللي يضيعها يبقى ضيع نفسه عندك يعني كلام بسيط مأكود بسيط جدا مش حقول لك بقى حتروح تجاهد في سبيل الله حتروح مش عارف تنفخ أموالك كلها أبدا والله ده كلام تقوله بس يصاحبه ندم في النفس وإنابة في القلب لو الكلام ده يطلع من قلبك فعلا حقيقي يا الله سبحانه وتعالى الله يغفر لك ولا يبالي مهما كانت ذنوبك مهما عظمت ذنوبك استغفر ربنا ربنا يغفر لك ربنا يحب كده ربنا بيحب المغفرة هو غفر سبحانه وتعالى غفور سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة يحب الرحمة سبحانه وتعالى رحمن ورحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى فوصانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكسرة الاستغفار هو عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ذنوب كلي بالك بس هو عمل كده تعليما للأمة ليه؟ وهو قاعد معنا في المجالس ما قاعد مع أصحابه في المجالس يكسر الاستغفار عشان يعلمهم يقوله الله إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني معصوم صلى الله عليه وسلم وغفر له قبل أني وهو لا يعصي الله سبحانه وتعالى وغفر له ما تقدم من دم يوم ما تأخذ ومع ذلك يستغفر ربنا سبعين مرة أو مئة مرة وكنا نعده للرسول والسلام في المجلس الواحد رب يغفر لي وتوب علي إنك أنت التوب الرحيم في المجلس الواحد مئة مرة يعدوله كده فبيعلمنا بيعلم الصحابة وبيعلمنا نحن نكسر من استغفار أحبابنا الكرام في حل مشاكلنا ومشاكل الأمة كلها أنا حقول لك آخر حاجة أقولها لك بقى كلام جميل جدا إن شاء الله ربنا ينفعني وينفعكم عارفة إيه استغفر نفسك واستغفر لقريبك واستغفر لإخواتك واستغفر لأولادك واستغفر لزوجتك واستغفر لوليدك طبعا تدي بيهم كذلك حاجة جميلة جدا تقول إيه اللهم اغفر لي واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تخيل بقى كل واحد تاخد عليه حسنة إنت استغفرت لنفسك واستغفرت لهم كلهم كل واحد هتاخد عليه حسنة عددهم أديه لا أعلم عددهم من الله من لدن آدم عليه السلام وحتى آخر مسلم أو آخر مؤمن قبل قيام الساعة تستغفر لهم كلهم وأنت لا تعلمهم لكن إنت استغفرت وربنا يقبل إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القولة فاتبعونا أحسنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين واجعلنا من التوابين وأجعلنا من المنامبين وأجعلنا من الأوابين وأجعلنا من التوابين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا جميعاً في هذه الساعة الأجمعين ويهب المسيئين من المهسنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته